اشياء مجنونة ربما لا تعرفها عن كرة القدم لعب كرة القدم خلال هدنة عيد الميلاد في الحرب العالمية الأولى على الرغم من أن الحرب العالمية الأولى كانت وحشية للغاية إلا أن الكثير من الجنود الألمان والبريطانيين قاموا بتبادل الهدايا ولعب كرة القدم في فترة هدنة عيد الميلاد غير الرسمية عام 1914 كأس العالم هو الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة بسبب الشعبية الكبيرة لكرة القدم في جميع أنحاء العالم فهي تعتبر الحدث الأكثر مشاهدة حيث يشاهد كأس العالم أكثر من 700 مليون شخص وفقا للبحوث التي أجرتها الفيفا والبيانات القادمة من جوجل وتويتر فإن هناك ما يقرب من 3.5 مليار مشجع لكرة القدم في العالم هؤلاء هم الأشخاص الذين يشاهدون بانتظام تلك اللعبة أو حتى يشجعون فريقا معينا هذا الرقم يعني أن ما يقرب من نصف الناس في العالم تهتم بكرة القدم بيع أكثر من 180 نسخة من ألعاب فيديو كرة القدم تم بيع أكثر من 100 مليون نسخة من ألعاب كرة القدم من قبل شركة EA في الوقت نفسه فإن سلسلة أخرى من ألعاب الكرة مثل Pro Evolution Soccer باعت ما يقرب من 86 مليون نسخة في نظام الكرة الإنجليزية يوجد 5000 فريق يوجد في جميع الدوريات الإنجليزية 5000 فريق وهي التي تشارك في الدوريات الإنجليزية المختلفة ومع نظام الصعود والهبوط للفرق فإنه من الممكن لأي فريق من 5000 أن يشارك في دور الدرجة الأولى أو الدور الممتاز إذا ما أثبت جدارته رواتب ضخمة بسبب الجماهير الضخمة لكرة القدم فإن هذا ينعكس على منح الأندية مبالغ طائلة لللاعبين من أجل الحصول على أفضل المواهب الممكنة على سبيل المثال فإن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يتقاضى لاعبوه البالغ عددهم 23 لاعب 7.5 مليون دولار سنويا في المتوسط الانتقالات أيضا عالية السعر إنه ليس من الغريب أن نشاهد انتقال لاعبين بعشرات الملايين من الدولارات الآن فإن اللاعب الويلزي جاريث بيل هو صاحب الرقم القياسي لأغلى عملية انتقال في تاريخ الكرة حيث انتقل من نادي توتنهام الإنجليزي إلى ريال مادريد الإسباني في عام 2013 بمبلغ 123 مليون دولار أكبر نتيجة تم تسجيلها هي 149 مقابل صفر أكبر رقم قياسي لنتيجة في مباراة كرة قدم في التاريخ والمعترف بها من قبل موسوعة جينيس للأرقام القياسية هي 149 مقابل صفر بين ناديين هما أديما وستاد أولمبيك دوليرمين من مدغشقر وحدثت في الحادي وثلاثين من أكتوبر عام 2002 حيث تغلب أديما على غريمه التقليدي ستاد أولمبيك دوليرمير بهذه النتيجة لاحتجاج محدد مسبقا من قبل الأخير على قرارات الحكم المنحازة ضدهم على حد تعبيرهم وقد تجاوزت هذه المباراة نتيجة السابقة كأكبر رقم قياسي وهي 36 مقابل صفر في عام 1885 وسجل لعب فريق أولمبيك دوليرمين كل هذه الأهداف في مرماهم يعود تاريخ اللعبة إلى ألفي سنة تقريبا التاريخ الرسمي لكرة القدم وفقا للفيفا يعود إلى مئات السنين لكن في الواقع فإن أول مباراة تنافسية تم إقامتها هي لعبة تسوغو وهي لعبة صينية قديمة تشبه بشكل كبير كرة القدم الحالية كان ذلك في عام 2200 قبل الميلاد في عهد أسرة هان إذا أعجبك الفيديو لا تنسى دعمنا بلايك وبتعليق يحفزنا وللمزيد اشترك الأهل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر